في مدرستين في هذا الامر في مدرسة بتقولك يعني عمتا احنا يعني اذا ما رجعنا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام انا مش حافظة الحديث بالضبط بس يعني اللي هو كان دايما يقول او عن انه اذا ما عرض امر على الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يختار ايسرهما دايما دي مدرسة وفي مدرسة تانية تقولك لا خليك حويط اختار الاحوط ايهما الاصح انا مدرسة الايسر وانا مدرسة الايسر يعني انا وهذا كتبته في اكثر من كتاب اقول انه هناك من يفضل دائما الاحوط وانا افضل دائما الايسر انا ارى ان الايسر لماذا اولا ان الدين قام على اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا قاله الله في الصيام وقال في الطهارة ما يريد الله لاجعل عليكم من حرد ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال في محرمات النكاح وعذي الاشياء قد يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا وقال بصفة عامة وما جعل عليكم في الدين من حرد هذا هو الاصل ولذلك لو كان هناك قولان متقاربان او متكافئان احدهما احوط والاخر ايسر سألوني بماذا تأخذ اقول في عصرنا اخذ بالايسر قالوا ما دليلك قلت دليلي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسمه ودليلي ايضا ان النبي السلام انكر على من يشدد على الناس سيدنا معاذ بن جبل وكان من احب الناس الى رسول الله قال والله اني لا احبك معاذ بن جبل طول على الناس وقرأ بعض الصور وقال افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ وكذلك ابي بن كعب قال من اما بالناس فليخفف فان وراءكم الكبير والضعيف وذالهادة فاتجاه رسول الله سلم التيسير خصوصا في عصرنا هذا لان عصرنا كثرت فيه المغريات بالشر والمعوقات عن الخير والناس في حاجة الى ان نخفف عنهم حتى نحبب اليهم عبادة الله عز وجل فكلما افتيناهم بالايصد شجعناهم تشجد عليهم ينفر ويضيع مننا خالص طيب ايضا من بين يعني في التصريحات اللي قيلت في الصحف عقب لقاءك بشيخ الازهر انه تهدفان الى التقريب بين المذاهب هل المقصود المذهب السني والمذهب الشيعي لان حد العبارة كانت في كل الصحف وقالت انه تحدثتما في هذا الامر هو نحن طبعا نحاول ان نقرب بين السنة والشيعة وبين السنة بعضهم وبعض يعني بحيث تقف الامة كلها ضد اعدائها يعني حتى اهل السنة تعرف فيه اتجاه سلفي واتجاه صوفي واتجاه مذهبي واتجاه لا مذهبي واتجاه قديم واتجاه جديد يعني ما موجوده فنحن نريد ان نقرب بين هذه النزعات وهذا من هدي انا في الحياة اننا ادعو الى الوسطية في قطر عملوا مركز باسم مركز القراضاوي للوسطية والتجديد فنحن نريد الوسطية المجددة والتجديد الوسطي نريد نسعى الى هذا ومن ضمن التقريب بين السنة والشيعة وهذا ما اسعيت اليه من قديم كنت اختلفت مع اخواني الشيعة في بعض القضايا وانكرت عليهم ان يعملوا على يعني تشهيع المجتمع السني هذا ما لا نوافق عليه في اشياء لا نوافق عليها مثل سب الصحابة مثل العمل على نشر المذهب الشيعي في بلاد السنة وانا لما زرتهم في ايران يعني قلت هذا قالوا لك ايه نعم قالوا لحضرتك ايه ما ما في ايه اه انا قلت لهم لكي يحدث تقريب حقيقي لابد ان نترك الاشياء المستفزة مثلا ان بعضهم يقول ان القرآن ناقص وفي سورة فعلي ولا سورة سعرف ايه وقرآن فاطمة وقالوا هذا كلام الاخباريين وليس كلام المحققين ونحن لا نقبله اه جيد طيب طيب وقلت لهم مسألة الصحابة زين قرب لا يمكن ان يقترب واحد بيقول ابو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وحائش رضي الله والتاني يقول لعنه الله رضي الله عنه ما تتفقش مع لهم الله ابدا لابد فقالوا ان احنا بدأنا ندخل في المناهج التربوية في المدارس مواقف لابي بكر ومواقف لعمر نسني فيه عليها يعني بالتدريد شيئا فشيئا ولكن نحتاج ايضا الى ان نلقن هذا لاطفالنا في بيوتنا الاولاد لان العمل الشعبي مهم ان نسعد هذه الاشياء تغرس ترضع مع لباني الامهات تحية فلا بد من نغير الثقافة الشعبية يعني وكانوا يرافقوني وقلت لهم انه ايضا لا ينبغي ان احنا نحاول ان يعني ننشر المذهب في البلاد البلاد المذهب الاخر اما جيش قم وانشر المذهب ما تروحش بلد مثل مصر او السودان او تونس او ليبيا تعودوا تنشر المذهب وقلت لهم يعني ايش هتستفيد لما تروح تنشر المذهب الشيعي في مصر هتكسب عشر ولا عشرين ولا مية ولا متين ولا الف ولا الفين تقول له لكن اذا اكتشف الشعب المصري انك بتحاول تغير مذهبه وتغير الاعتقاد السني الى الشيخ حقا يلعنك ويخرج يعاديك الشعب كله كسبت ميتين ولا الفين انما هتكسب عداوة الشعب كله كان الشيخ محمد علي التسخيري وهو صديقنا وهو عضو مدمع الفقه معنا وكان عضو اتحاد العالمي العماء المسلمين معي عدة سنين كان موجود في كلام ده والله صدقت احنا كنا لنا صلة حميمية مع ثورة الانقاذ في السودان وسمحوا لنا ننشئ مكاتب للثورة الاسلامية في الخرطوم فبعد كذا شهر مدير المكتب الرئيس هناك يعني فكر كده ونشر يعني كتاب يعني ضد المذهب السني اسمه ثم اهتديت على لسان واحد يعني كان سني وتشيع كان ضال يعني ثم اهتديت يعني ثم اهتديت فلما الحكومة شاهدت الكلام دي اغلاقت المكاتب وطردتهم وتروح على بلدكم قال لي فتروح هذا هو الصحيح فيعني لابد يعني لكي يكون هناك تقريب وانا قلت هذا في مؤتمر كبير في الدوحة عقد سنة 2007 وقلت علنا في بداية في افتتاح المؤتمر وفي كتابه التقريب على المحك كنا نرتقي ويبتبطب بعضنا على بعض ونحضن بعض ولكن نترك الامور لا لا نحسنها ولا نتكلم فيها بصراحة هذا لا يفيد اللي بيقلق حضرتك بشكل اتاسي من المد الشيعي من ايه من المد الشيعي ما يطلق عليه يعني بيسمى المد الشيعي الذي يطلقه انه نحن في مصر مجتمع مسلم واحد كلنا مذهب سني اما مذهب الشفعي في الوجه البحري معظمه او ملكي في المذهب في الصعيد وبعض بلاد الوجه البحري او ناس ورسوا المذهب الحنف من يام الدولة اه العثمى فكلنا يعني فاحنا بنعاني فتنة اسمها الفتنة الطائفية في ما بين المسلمين والمسيحيين و فانزيد فتنة بقى المسلم مسيحي بقى شيعي ايه سني وهذه مصيبة كبرى رأينا ما يجري في العراق ورأينا ما يجري في لبنان ورأينا ما يجري لماذا انا ادخل البلد فتنة تقسم اهلها هذا يعني فاطلا انا كل واحد بيعتقد انه مذهبه طبعا ونحن اعتقد احنا مذهبنا على حق هذا ما نؤمن به وانا استطيع ان ندلل عليه انما انا لا اريد ان ادخل هذه القضية انا اريد ابقي على بلدي سليما من الفتن لا ادخل فيه عنصر جديد يقسم للبلد قسمين ويحارب بعضنا بعضا لا اريد هذا هالخلاف ما بين السنة والشيعة خلاف سياسي ام خلاف ديني في الوقت الحاضر كيف توصفه لا لا خلاف عقدي ومش خلاف مذهبي بمعنى خلاف فقهي الخلاف الفقهي هو اضعف انواع الخلاف اقل انواع الخلاف تأثيرا ما بيننا وبين الشيعة هو الخلاف الفقهي لان الخلاف الفقهي قريب من اختلاف المذاهب بعضها وبعض المذاهب السنية حتى عندهم مثلا المتعة المتعة قال بها بعض علماء السنة قال بها اصحاب ابن عباس روي عن ابن عباس نفسه وروي عن سعيد ابن جبير وروي عن عطاء وطاوس من اصحاب ابن عباس الكبار انهم اجازوا المتعة فهتى هذين اشياء ونحن نقرأ في كتب مثل نيل الاوطار للشوكان وشود السلام لصنعاني وغيره اقوال الناصر والباكر والصادق وكذا ونقرأها وكنا ندرسها في كليات الازهر في كليات الشريعة وغيره ولا نجد في هذا حرج اختلاف انما الخلاف هو الخلاف التعلق بالعقيدة زي بعضهم كما قلت لك بيقولوا عن القرآن وبعضهم والسنة عندهم غير السنة عندنا السنة عندهم سنة المعصومين يعني احنا بقول سنة رسول الله لا هم سنة رسول الله وفيه اتناشر تانين لهم سيدنا علي وسيدنا الحسن والحسين وعلي زين العابدين والباكر والصادق والكاظم اتناشر واحد الامر معهم فسنة السنة عندهم ولا يقبلون السنة عن طريقنا يعني لازم تيجي عن رجالهم وزيركم ولا يؤمنين بالبخاري ولا بمسلم ولا بموطأ مالك ولا بمستاذ احمد ولا ابو داول والترميدي هذه الكتب لا يؤمنون به لازم تيجي عنه فيه اهد اشياء طبعا يعني مثل التقية عندهم يعني وعدد من اشياء مختلفين نحن فيها وموقفهم من الصحابة يعني ولكن مع هذا يمكننا ان نتعاون اشتركوا في القناة